بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب الشفاعة لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ جاء به لبطلان شفاعة الأصنام لأن الكفار يعتقدون أنها تشفع عند الله ولأن الله كامل العلم والقدرة والسلطان ليس كملوك الدنيا فهم بحاجة إلى شفعاء لقصور علمهم وسلطانهم ونقص قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان الأدلة الأول إلى الخامس وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وأنذر به الإنذار هو الإعلام المتضمن للتخويف والمعنى ينذر بالقرآن وكم من ملك يعني ما أكثر الملائكة الذين في السماء ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع له أدعو للتحدي والتعجيز بمعنى أحضروهم أو ادعوهم دعاء مسألة من شرك أي لا يملكون انفرادا ولا مشاركة من ظهير نفى عن الأصنام أن تكون معينة والظهير هو المعين ينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلق به العابدون فهي لا تملك شيئا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا الإعانة لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له منة عليك فربما تحابيه في إعطائه ما يريد فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة وقد أبطلها الله فلا تنفع شفاعة هؤلاء وهذه الآية والتي تليها قال عنها ابن القيم رحمه الله تعالى هي الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب أقسام الشفاعة وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة أولا شفاعة مثبتة أثبتها الله تعالى لنفسه وتطلب منه بشروط الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد ومنها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي وعده الله ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة لأهلها وهي أيضا عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأنبياء والملائكة والموحدين والأفراط أي الأطفال الصغار ومنها الشفاعة في رفع درجات المؤمنين ومنها الشفاعة في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها ومنها الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها ثانيا شفاعة منفية هي التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهي التي فيها الشرك الأكبر ثالثا فيما يقدر عليه العبد وهذه تصح بشرط أن يكون الشافع حياً قادراً حاضراً سبباً قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عوناً لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ يَرْتَضَى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه المسائل الأولى تفسير الآيات وهي خمس الثانية صفة الشفاعة المنفية وهي ما كان فيها شرك الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي شفاعة أهل التوحيد بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن الشافع والمشفوع الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وهي لأهل الموقف للقضاء بينهم الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع وهذا يدل على عظمة الرب تعالى وكمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم السادسة من أسعد الناس بها وهم أهل التوحيد والإخلاص السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود التقسيم والتقعيد للقول المفيد